بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في هذه المحاضرة الحديث عن Data Protograms في محرك التحليل System Amnities وإن شاء الله سوف نقوم بخصوص كل ما نقوم بخصوص في هذا المحاضر نلخص كل ما ذكرناه في المحاضرات السابقة في ما يتعلق بال Data Protogram في مثال واحد نشرح من مثال هذه المحاضرة ومحاضرة Integrating Scenario Description Data Protograms start with Use Cases and Requirements Definition اللي هي Data Protograms بتبدأ بفحص المطلبات التي تم جمعها من خلال جمع المعلومات وبينطلع ما يسمى The Use Cases يعني الحالات حيثثثن فيها النظام Generally The Data Protograms Integrate The Use Cases معروف انه كل المطلبات المدخلات المدخلات البسيطة المدخلات البسيطة دمجها كلها في مدخل واحد أو مخرج واحد طيب في الخطوات بالنسبة للينا Data Protogram Steps بلبدأ بالكونتكس ديجرام اي عملية بيتم تنفيذة في السيستم بنعملها بروسس ده المدخلات البسيطة المدخلات البسيطة فكان يكون سيفارة وملابس بالنسبة للينا أحل إنظر بلدخل مدخلات النظام واخر حاجة اضافة نعمل VALIDATE من الحاجة يسمع VALIDATE سنشوفه في نهاية هذا المثال طيب يبقى كيف نعمل To how to build the context diagram Draw one process representing the entire system نرسم بروسس واحدة بفلسل السيستم كله نبحث عن كل الـ inputs and outputs في الوصف وبعدين نكتبه في شكل اسهم داخل او خارج الى السيستم بعدين من العلم اسهم Draw external entities as a source or estimation of data flows نرسم العناصر الخارجية إما عنصر داخل منه بيانات ومعلمات السيستم أو خارج عليه بيانات ومعلمات من السيستم عندنا مثال مثال هنا اللي هو لـ patient information system نظام معلمات للمرضى في مركز صحي او عيادة او مستشفى فهنا The system represented as one process named patient information system كل سيستم ممثل في شكل عملية واحدة اسمها patient information system رقمه 0 طيب عندي 3 external entities ثلاثة عناصر خارجية patient المريض الدكتور الطبيب والانشوريس الشركة شركة التعاملات التي تدفع الجزء او كل الاتعاب بالنسبة للمريضة طيب الـ data flows كثير زي ما واضح اللي هي المدخلات والمخرجات اللي بمثلة لان الاسهم فعندنا الممكن نشوفه كله مثلا بالنسبة للمريض بيدينا patient information بداخل الـ system بيدينا change to patient information اي تغييرات عاوز يطلب تغييره في الـ system بياناته يعني تغيير البيانات وبيطلب desired appointment يحجز مواعيد والـ system بعض المواعيد المتاحة possible appointments ايضا ممكن يطلب المريض يقصر appointment يلغي مواعيد والـ system ممكن برضو ذا دي الله وفواتير وايضا المريض بيدينا تفاصيل سداد payment information بداخلنا في الـ system يعني او بداخلنا منوظف معين في الـ system بالنسبة لشركة التأمين بـ system يطلب عليها الفواتير الـ bills وهي بداخل المعلومات خاصة بطريقة السادات بالنسبة للدكتور يطلب عليه المواعيد جلوة بالمواعيد او التقرير بالمواعيد الذي تم حجزه حسب العيادة بتاعته ومعلومات المرضى اللي حجز عنده الـ world patient reports والامور المالية الـ financial reports تم تعلق بسادات هؤلاء المرضى فهذه فراغمنت دي او واحد فراغمنت ملي يتمثل لكنا التقرير طيب التقرير التقرير منه الفروسس نمبر زيرو دي نقسمه ليه؟ ماني فراغمنت اللي هي اجزاء كثيرة مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة فده واحد مننا اجزامبل هنا هايكون نقص بيه؟ ثم مثلا اي بروسس اي بروسس يحول الى بروسس يحول الى دع نقص الى ثم الان الدرقيم اقصر الترقيم بحسب الترتيب اول العملية نتجار رغم واحدة تم غير اسم البروسس الى جملة فعلية وبعدين بتصميم الـ processes من وجهة نظر المؤسسة ستستخدم الـ system أو الـ organization التي ستستخدم الـ system مثلاً بأسنام الـ fragment بنضيف كمان Add data flows to show use to data stores لازم تصل عندنا بعض الـ data stores صليهم مستوضعات أو مخازن البيانات وتكون إما source أو مصدر للبيانات الشكل العام اللي قاوت فبالنسبة للـ data flow diagram بيكون الـ processes بالـ center والـ inputs والـ outputs إلى اليمين وبعدين مخازن البيانات بيكون في أسفل الـ processes بمثال data flow diagram fragment example للـ system فعندنا هنا make appointments اللي هو عمل حجز مواعيد فظهر لنا هنا patients database و الـ appointments database يعني قاعدة معلومات المرضى أو سجيل معلومات المرضى وسجيل معلومات المواعيد فبالنسبة للـ patient سيزود لنا باسمه patient name في الأسناع العملية سنطلع معلومات الملفة بتصار كلها بعدين يشوفوا ماذا بسرع المواعيد بسرع المواعيد بسرع الجدول المواعيد من الملف دي وبنعرض له المواعيد المحتملة فبيقوم بيختار منها واحد بيقوم بيسجله له يقوم بيسجله الملف بردو ممكن يطلب تغيير أو إلغاء appointment to cancel فهنا في الحالة بردو يشوفوا المواعيد كلها من الـ system ومن الغلاء المواعيد الممكن يريد إلغارها فيرغى المزبلينة الـ هنا الـ نحن 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 بيحاجة تغيير نحن نحن بحاجة المواعيد ونحن يجيل طيب هذا تغيير فراجم وهذا حجز المواعيد نعمل بنفس الطريقة فرعية لبجية العمليات نعمل كلها الكلام المكتب نعمل كل واحدة براها منذ التعليقه نعمل من طب البرج نحرك من أعلى إلى أسفل أو من اليسار إلى اليمين نحاول تغلل حصوصها المتقضعة ونكرر حسب المبطوب لأنه دائما ندخل بعمل حسب الملاحظة بها تنظيم عدة مرات لحد ما تحتمل بشكلها النهاية فهنا عندنا كما ترى في هذه الفلو دي جرام عندنا التروسيس الثاني تبدو تحديث معلومات المريض بتواصل مع المريض من الناتج والمعلومات الناتج من خزينه في المنزل بالنسبة للفواتير عندنا ملف المواعيد ويتواصل معلومات من شركة التأمينة ومعلومات من المريض نفسه وبعض الإشعارات تمشي للمريض فسجل المحصل النهاية في ملف اسمه الفواتير ومن اخرى تطلع معلومات لتقارير الحديد التقارير اللي هو Prepar Management Reports على التقارير الإدارية من كل الملفات ملف المرضى ,ملف المموعد والتصرف المالف والمفواتير تطلع بعض التقارير لالدكتور ويجبهم تعليق على مواعيد ويجبهم تعليق على الأمور الممالية وكذلك يكون يكتمل عندنا لبل 0. ممكن بعد ذلك نحتاج للمبر 2 أو 3 أو 4 نعملها تفصيل أكثر ستكون هي لبل 1 وهادزة. موسيقى طيب بعد ذلك وتأتي لابن 1 ربما تحتاج تفاصيل واحدة من البروزيز وبنفس الطريقة في تفاصيل الكلام المكتوبية لنفس الخطوات ممكن تفاصيل واحدة من البروزيز الى مستويات ادنى لابن 1 ربما تحتاج تفاصيل البروزيز الى محاضرات السادقة طيب هناك حاجة جديدة اللي اسمها validating the data flow diagram التحقق من البروزيز يبحث اول حاجة عن السنتاكس errors الاخطاء الامنائية او النحوية فبنسبة للداتافلو diagram نعمل تشكل البروزيز بالنسبة للبروزيز بنتأكد انه عندها اسم name وعندها الاسم ذات عبارة عن جملة فعلية وعندها number رغم وعندها وصف مختصر خلاص بيكون اعلى الاغل في one input one output one input one output one output data flow one output data flow names one input data flow يعني المسميات بتاعت ال output بالنسبة للمخرجات والمدخلات بتختلف البروزيز مفرقتكم ما بين ثلاثة الى سبعة بلنسبة للداتافلو ذاته برضو في شروف بالنسبة للوهودية واضحة برضو اسم ووصف مختصر واتليست one process لازم يكون مرتبط لone process على الاغل برضو يكون one direction ال data flow صهم باتجاه واحد ما ياتجاهين وقل لعدد من التقاطعات مع اسهم مخرى بالنسبة للداتا ستورة اللي هو مستوضع البيانات برضو اسم ووصف واتليست one input لازم يكون في one input على الاغل وone output على الاغل يعني او واحد من البيانات بالنسبة للأكستيرا الانتدي نفس الحكاية في شروف مخروب مرعيه طيب بالنسبة للكونتكست دياغرام every set of data flow must have one context دياغرام تمام والviewpoint there is a consistent viewpoint for the data flow ويقوم بتحديد المواصفة ويقوم بتحديد المواصفة ويقوم بتحديد المواصفة ويقوم بتحديد المواصفة يعني اي مواصفة تفاصيلة في المستوى الأدنى منها بكل مواصفة البرس اتكلمنا عنه في المحاضر الصادر المهيان الموازنة انه لو في شكل الظهر مثلا data store ظهر لنا في level zero لازم معنا في اسرخ المستويات الدنيا وعاكسه هنا فيه semantic errors برده الأخطاء اللي اتكد منا جزء للتحق والأخطاء المعنوية يعني انه الدياغرام conveys correct meaning كون المعنى صحيح ماكو تناغط assure accuracy of the data flow diagram relative to actual desired business يتأكد ان العمليات متسلسلة على حسب ما هو مطلوب ويست معاكسة لما هو مطلوب ومغاير الازاري طيب عشان نتأكد من correct presentation بنستخدم حاجة اسمه و role play processes ديالطريكتين بالتأكد هنجي نشرحه ان شاء الله لما نتكلم عن ال processes والتحقق منها والتأكد منها بنعمل lowest level data flow diagram المستويات الدنيا اذا تأكد منها انه ما فيها اي اخطار بنركز عليها لانه غالبا الاخطار تحصل في هذه المستويات برضو نتأكد من الاسماء بشكل جيد عشان تكون ماشا ومتوافقة مع الشروط بتاعة المصطلحات التي شرحناها في المحاضرات الثانية المحاضرات السابقة عفوا وده ملخص لما تم تناوله في هذه المحاضرات المحاضرات السابقة المحاضرات السابقة المحاضرات السابقة المحاضرات السابقة